الشيخ ممكن سؤال بسيط بلا زحمة تناقشتوا يا ولد يعني مدرس تاريخ بين سلام الله علي الإمام يتغوط أنا قلت له لا الإمام ما يتغوط حالة حال الإنسان بتجنة من يطلع من عنده ريح طيب بس للجواب كون حيدر هي تقص طيب إن شاء الله راح أجاوب شكرا إن شاء الله حياك الله في رعاة الله موضوع أن الإمام عليه الصلاة والسلام يتغوط والعياذ والله أو يخرج منه بول مثلا نجاسة هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل أو نجس منحرف تارت أن يكون جاهل بعلوم محمد وآل محمد فنقول عنه جاهل تارت أن يقول لا نجس هو خبيث مثلا فأكون صنفيا حسب وضع الشخص علوم الشخص اطلع ولا ما اطلع الروايات أكدت أن المعصوم النبي علي فاطمة الأئمة المعصومين طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت أرض أنت بها لا يوجد شي عند المعصوم نجس لا يوجد يعني هذه الكلمة أنا أعتذر من أئمتي وسادتي ولكن مضطرق لهذه الكلمة لا يوجد شي عند المعصوم نجس لا دمه لا غير هذه الأشياء حتى موضوع أن له غائط أو بول أنا لا أعتقد أن المعصوم له غائط وبول لا أعتقد راح تقول لي شيخنا الآن راح يجيك شخص جاهل اللي ما يعرف من المقصرة أو الأغبياء الأصولية يقول مهم وردت روايات تقول أن المعصوم له غائط ولكن غائطه كالمسك مثلا مثلا أقول هذه الروايات وردت رحمة لعقول السائلين ممكن السائل ما كان يقدر يتحمل أنه الإمام لا يخرج منه شيء ما كان يقدر يتحمل مثل موضوع الخلق والرزق والتفويض وغيرها اللي كانت الأجوبة تتعدد كما شرحناه مفصلا بمحاضرة بعنوان بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين هنا عليك شرحنا هذا الموضوع فالأجوبة تتغير من الإمام الإمام قال إن الإمام بشر ملكي يا طارق إن الإمام بشر ملكي وجسد سماوي ما معنى كلمة جسد سماوي حينما تقرأ بالروايات أن الإمام المعصوم جسده ليس كجسدنا نور 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 إذا ضربت عليه الشمس لا يخرج له ظل هل هذا مثل جسدنا؟ طيب وين الأمعاء الداخلية؟ طيب شلون اللي يأكل؟ وين يروح؟ بالغيب هذه أشياء بالغيب طيب راح تقول لي شلون بالغيب؟ أقول لك كلام أمير المؤمنين في نهاية الخطبة النورانية حينما قال أنزلنا الله أنزلنا الله بهذه الهياكل البشرية نأكل مما تأكلون ونشرب مما تشربون حتى يختبر الله بين الأمم مضمون الكلام فالهياكل هذه التي نزلوا بها هياكل بشرية مع أنها هياكل بشرية ولكن فيها صفات خاصة يعني ليست كهياكلنا نحن بها صفات خاصة بها راح تقول لي شلون الإمام شلون يعني جسده مثل جسده دمنا مثل دمنا تقول لك لا أنتم متقرون وتعلمون الناس أن الحسين رمى بدمه إلى السماء فلم تنزل قطره دمه ليس كدمنا لا يوجد فيه شيء نجس لا يوجد هذا بيان على عظمة دم المعصوم حينما يصعد إلى السماء لأن الارتفاع إلى السماء هو باب التشريف ولذلك نحن ندعو مو معنىها الله فوق مثل أبناء عائشة ندعو من باب رفعة المقام لا أكثر ولا أقل وإلا الله موجود في كل مكان دمه صعد إلى السماء الإمام عليه الصلاة والسلام لا يوجد له بول وغائط هذا لا يوجد هذا الذي ورد بالروايات هو رحمة لعقول السائلين لأن الإمام جسد سماوي الجسد السماوي هو نور الروايات تقول أن الإمام إذا سار في الصحراء لا أثر له وإذا سار على الصخر ترك أثر وإذا جاءت عليه الشمس لا ظل له جسده نور وطهر طاهر مطهر وفوق هذه الأشياء النجاسات فوق هذه الأشياء هذا إمام هذا خالق الخلق خالق هذه الأشياء أصلا هذه الأشياء لا تأتي بمعنى أنها تطيح من هيبة المعصوم أو عصمة المعصوم أو كنه المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أصلا نسبته إلى المعصوم لأن المعصوم عليه الصلاة والسلام تنقيصه كفر واستنقاصه كفر المعصوم فوق هذه الأشياء تقول لي طيب شلون كان الإمام مثلا يختسل مثلا مثلا عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد ينام في المسجد مضمون الروايات أنا الآن مجالسة أذكر لا أحد يبقى في المسجد أو لا أحد يجنب في المسجد إلا علي وفاطمة والحسنين مضمون الرواية على ما أذكر يجنب أي بمعنى شنو بمعنى البقاء يمكث يعني بات ليلة ليلتين أربعة أيام هذه الروايات عندنا نحن الشيعة أعتقد موجودة عند ابناء عائشة ما أذكر شلون النبي يقول هي شي شي ومنع الناس كلها لأن هم ما عندهم هذا الشي اللي موجود عند كل الناس الجنابة والنجاسة وما عندهم لكن هذا الكلام اللي يطلقه النبي لمراعاة العقول حتى يفتهمون أنه ترى هؤلاء مو آلهة إنما أنا بشر مثلكم مثلا كقوله الإمام الرضا عليه السلام يقول كلمهم بمستواهم حتى يفتهمون حينما أخرج لكم المعاجز أظهر لكم المعاجز هذا ليس معناه أني أنا الله حتى يصر توازن عند الناس فالإمام حينما يقوم يتوضى هو العمام حينما يقوم يتوضى هو ما محتاج للوضوء الماء تلقه الإمام الماء يحتاج المعصوم والمعصوم يحتاج الماء هذه أعتقادات هذه جدا عالية ما أعرف فيها العلماء يتحملون يتخربطون يروحون للمستشف علماء كلاوات هي بس اسم لا علم ولا أم الإمام خالق الماء لا يحتاجه لأنه طاهر هو نور هي مشيئة الله الإمام مشيئة الله نور نور خلقت منه الأنوار خلقت منه الأنوار هو ما محتاج للمي حتى المي يطهر صديق شهادة مي ما يطهر المعصوم هو شوف 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 المعصوم هو الذي يطهر الماء يطهر المي إذا نجس المعصوم يطهره الماء إذا كان نجس المعصوم يطهره الماء النجس بالمعصوم يكون طاهرة بالإمام المعصوم والعياذ بالله استغفر الله الإمام النجس ويحتاج يروح يسبح يختسل غسل الجنابة أو يحتاج يروح يتوظى لأنه مو طاهر شلون شلون الإمام فوق هذه الأشياء هذا بسبب طبعا قلة المعرفة بسبب قلة القراءة بسبب قلة الدراسة بسبب قلة معرفة الأنوار المحمدية الطاهرة التي هي فوق هذه الأشياء المسميات تصير هذه المشاكل وهي واحد يقول دم المعصوم نجس خاي وصخ نجس واحد يقول المعصوم لازم يروح يتوظى لأنه ما متوظى وياح الله حظك وحظ دينك واحد يقول المعصوم إذا راح للحمام لازم يغسل لأنه طلعت منه نجاسا انتشاب لقش مر انتشاب شكتر مثلت هذا نور هذا نور عموما اللي يريد يعرف النور هذا أكثر يراجع محاضرة بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين هناك راح يفتهم ما معنى هذا النور أنا شلو نتعامل مع هذا النور هذا النور يحتاج يتوظى واحد يضرب قصة قسمة بالله هذا النور يحتاج يتوظى هذا النور خالق الماء يحتاج الماء عموما فأخي كريم هذا من شطحات ومن انحرافات وخزي مخازي بعض معممين الشيعة الذين قالوا للأسف بموضوع أن الإمام له نجسة والعياذة